في أشأن الفني بدأت عملية تصوير فيلم حول حياة الشاعر الأوكراني فاسيل ستوتس بوسط العاصمة كيف الفيلم الذي يحمل اسم طائر الروح جاء نسبة إلى الديوان الشعري الأخير الذي كتب هو الشاعر الراحل في معسكر الاعتقال الفيلم يحكي الأيام الأخيرة من حياة ستوتس وموته وجاء بتمويل من الهيئة الوطنية للسينما هذا ولبس شارع خرشاتك الشاعر وسط العاصمة كيف حلة الستينيات من القرن الماضي بغرض تصوير مشاهد من هذا الفيلم ومن أصعب المشاهد التي صورت وفق ما أكد مخرج الفيلم هو مشهد إحراق فاسيل مكوخة لنفسه احتجاجا على النظام الشيوعي الشمولي الفيلم الذي يدخل ضمن فئة الأفلام المشوقة سيبدأ عرضه في دور السينما الأوكرانية خلال شهر أكتوبر أو شهر يناير كنون الثاني من العام المقبل درسنا المواد وقرأنا جميع مذكرات الستينات التقينا بالناس الذين عرفوا ستوس شخصيا ومن بعد ذلك وضعنا فكرتنا الفنية وبدأنا بكتابة السيناريو وقدمناه بعد ذلك للتمويل وفاز به قرأت السيناريو في المدرسة وعدت الآن إلى مؤلفاته ورحت أغوص أكثر في شعره وأدركت أنه واحد من أفضل وأكثر الشعراء موهبة في القرن العشرين وليس بين الأوكرانيين وحدهم اشتركوا في القناة